المشهد الاقتصادي الليبي وتردياته وتأثيراته على المواطن الليبي من حيث مستويات التضخم القياسية التي وصلت إليها البلاد لتدفع بأسعار السلع الأساسية إلى الحد الذي باتت فيه كثير من العوائل الليبية على حافة سيف الفقر أو ربما إلى الجوع متزامنا في ذلك مع مشهد سياسي يعاني تخبطا وعشوائية في القرارات مع صراع عنيف يحكم القوى المختلفة التي يدعي كل منها أنه الأمين على مصلحة المواطن حيث يتحدث الجميع عن الصلاة ولا أحد يتحدث عن الطهرة يبقى المواطن هو المستهدف بدفع قائمة الحساب نتيجة تخبط القرارات وهشاشة النظام الاقتصادي والاضطراب والخلل الذي يعتري سياسات المصرف المركزي وتعدد السلطات التشريعية والتنفيذية وانقسام خلاياها إلى مثنى وثلاثة ورباع تعميقا للأزمة وتعقيدا لمفرداتها التي صارت عنوانا لأزمة مزمنة يستشكل حلها على الخبرات المتواضعة للمصرف المركزي في طرابلس الذي يفتقد إلى خبرات حقيقية في إدارة الأزمات وتتوقف قدراته التنفيذية عند خزن الأموال وصرفها مصرف ليبيا المركزي متهم بأنه المسؤول المباشر عن أسباب الأزمات المختلفة خصوصا مع اجتماع انتهاء ولاية محافظه وقرار سابق لذلك بإقالته صادر عن مجلس نواب طبرق وصدور حكم قضائي برفض قبول طعن المحافظ في قرار الإقالة وسط قناعة شعبية بأن المركزي مسؤول عما يعانيه الاقتصاد الليبي من مشاكل وارتفاع حاد في الأسعار في حين يدفع المصرف المركزي عن نفسه بأنه هدف لحملة ممنهجة للإطاحة بالمنظومة المصرفية التي باتت تتحرك باستعمال كراسي المعاقين ترجمة نانسي قنقر